اتكلم بيكو طلبة وطالبات تلت السنوات يا جماعة اه الناس كتير طبعا وزمان كان عندي الطلبة يعملوا كده برضو يسألوا طب وين دي اه كم قعدة يعني كتير فانا حابب في فيديو صغير زي كده اتكلم في استخدامات وين يا جماعة طبعا في حاجة احنا مش كل اللي بنقول يا جماعة عشان خاطر يعني انا لما اقول لك مسلا ان وين دي ممكن تيجي بمعنى ارضو بالرغم من فانا مش عظي ان دي ممكن يجيبها في تشوز لأ انا بقول مسلا جابها فيه في قطعة الفهم وقال لك الاندرلايند وورد دي هنا في السياق ده بمعنى ايه بمعنى ات اني تايم بمعنى اه بفور بمعنى افتر ولا بمعنى ارضو فممكن تيجي في سياق قطع اتفهم معنى ارضو انا ده اللي في دماغ يا جماعة لكن مش كل الاستخدامات اللي بنقولها بنقولها عشان بتشوز لأ ما انا عندي يجيبها لف سياق الترجمة فبفهم ان هنا معناها بالرغم من مثلا لكن طبعا الاستخدامات الشائعة لين طبعا هي اللي احنا مرت علينا وكتير وده الفيديو رقم ربعمية واحداشر يا جماعة انا كل اللي عايزه من الناس بس نعرف الناس بالقناة تعرف طالب في تانية سنوية طالعة تالتة سنة واعرفه بالقناة بنقول حاجات مفيدة يا جماعة وفيديوهات بتغطي كل ما يحتاجه الطالب في سنوية عامة طيب تعالي نشوف بيقول لي مثلا when i had done the job i went home ايه ده وين هنا واضح ان هي زي after بالزبط شي لو حط after after i had done the job i went بعد وين الحدث الاول وبعدين الحدث التاني طيب بس خلي بالي من حاجة بقى ان ممكن الماضي التام ده يبقى ماضي بسيط وتلاقي الفعلين ماضي بسيط ولا تزال وين بمعنى after يشير اهو when i did i went when i finished i left وفي الحالة دي وين بمعنى after خلصنا كده من وين بمعنى after يبقى تخلي بالك من السياء طيب تعالي نشوف when i reached the station the train had left ايه ده لما وصلت كان القطرة ماشى يبقى القطرة ماشى في الاول وممكن يضيف للجملة هنا اقول لك so i missed it عشان كده فتن القطر في الحالة دي وين بمعنى before يبقى دي استخدام تاني يبقى مرة بمعنى after مرة بمعنى before تعالي نشوف الجملة دي when i was doing my homework the phone rang بس ممكن وين بقى تيجي بطريقة تاني في نفس الجملة بس اعكس واجب بعدها past simple زي ما انت اخدت اكيد مع المستر وعارف ليه بتعمل كده ليه بتعمل كده ارجوك ارجع طيب اهو يبقى دي وين زيها زي ويل يا جماعة اه وممكن تيجي وين في النص زي كده ويجي بعدها الحدس اللي قطع الحدس المستمر الاولاني i was doing when the phone rang when i was doing يعني تنفع لاثنين لكن while يا جماعة ما تنفعش خلح الحالة واحدة اللي انا بجيب بعدها اللي ايه past continuous اهو هتلاقي وين تسوي while فكرة حدس قطع اخر وممكن هبدل الزمانين مع when لكن ما ينفعش هبدل الزمانين مع while اهو لما انا قلت while i was doing ما ينفعش اقول i was doing while the phone rang فما تجيش الجملة بالشكل ده ليه بنقول كده يا جماعة برضو عشان من ضمن صيغ الاسئلة اللي بتجيني في choose بيقول لي which sentence is correctly structured انهي جملة تركيبها نحويا صحيح انهي جملة سليمة من ناحية القواعد فلما لقي جملة زي كده خلاصة انهي عارف ان الجملة دي غلط او عايز الجملة الصحيحة يبقى دي مش جملة صحيحة ادي فكرة الجملة اللي زي كده طيب وبعدين ممكن الحدسين مع وين يبقوا في الماضي البسيط اه اه وتبقى بمعنى ايه ولك at the time في الوقت اللي حصل فيه حاجة معينة يعني احمد was nine امتى at the time في الوقت اللي his father died when his father died طيب وبعدين تعالوا نشوف وين هنا يا جماعة لما استخدمها بنفس طريقة استخدام F في الحالة الصفرية اللي هي بتعبر عن حقيقة وعادة when I have time وفي حاجة تباين اهو i usual walk the school بتعبر عن عادة when water is boiled it evaporates او حط F مكانها when water is boiled it evaporates تساوي if water is boiled حط تعال اهو في الحالة دي هنقولها كده تساوي ماشي مضبوط if water is boiled كما وكامل if water is boiled هي هي when water is boiled يا جماعة F الحالة الصفرية وين هنا زي F بالزبط وعشان برضو لما يجيب لي جملة اقول لي الجملة دي انهي جملة في الاربع الاختيارات بتساوي دي يبقى انا عارف ايه اللي يساوي الجملة ممكن اختصرها لما تبقى الجملة مبنية للمجهول لما تبقى جملة وين في التي تشبه F في الحالة الصفرية مبنية للمجهول اقدر استخدم وين وتصريف ثالث بعدها ما هو الاختصار يا جماعة ان انا بحذف بحذف ايه بحذف الفاعل اهو ووتر واحذف فيرب توبي اللي بيكون المبنى للمجهول واجيب التصريف الثالث بعده وين وين بايلد ووتر افابوريتس طب نفس الكلام اقدر اعمله مع F طبعا فتلاقي بعد F تصريف ثالث تفهم على طول ان دي كانت بنسيق الكلام والمعنى طبعا انا جماعة بفهم الكلام ده اف بايلد يعني اف ووتر از بايلد اف بايلد ووتر افابوريتس طيب تعال نشوف استخدام تاني لوين اللي هي شبه الروابط الزمنية بقى افتر وبيفور ووين وتل وانتل ووانس و الاخره الاخره when we arrive ايه ده at the club tomorrow مثلا خلي بالك احنا بنتكلم هنا على استخدامها في المستقبل اه يعني انت اصدق اني arrive ده مضارع يدل على مستقبل طبعا مع وين هنا بيدل على مستقبل طب امال هنا when we have arrived ده مضارع تام هل من ضمن استخدامات المضارع التام انه ممكن يدل على مستقبل اه في الحالة دي بس ايه ده استخدام غريب جدا من المضارع التام ما خدناهوش من ضمن استخدامات العادية التانية بتاعت المضارع التام بنت تدقيقش when we arrive when we have arrived we will start والتاني يبقى مستقبل وين بعدها مضارع او مضارع تام والاتنين بيدل على مستقبل والفعل التاني مستقبل طب الفعل التاني ده ممكن ما يبقاش مستقبل ممكن يبقى فعل امر بس الكلام كله عن المستقبل يعني when you see ali tomorrow tell him قول له فعل امر استخدم هنا فعل امر طيب رقم سابع لما اجي احزف الفعل اللي بعد وين يا جماعة اقدر استخدم ing j طبعا بس خلي بالي ان لازم الجملة التانية لما احزف فعل هنا فاي رابط من الروابط اللي انفع يتحزف فيها الفاعل ويجي بعدها ing لازم الجملة التانية تكون بدأة بنفس الفاعل لان الفاعل ده هو اللي بيعمل الفاعل ده اللي اتحزف فاعله وباية ing ايه يعني when writing an academic essay مين اللي بيكتب an academic essay you when you write اصلها فلازم يقول ده يتبقى بها الجملة التانية you have to use formal language ده سؤال بيجي في المهارات اخوانا طب عند حسف الفاعل بعد يومي بيستخدم انا شيء ولحظ ان الجملة التانية لازم تبدأ بنفس الفاعل برضو عشان لما يجيب له جملة اخوانا يقول لي اي جمل الاتية خاطئ من ناحية الجرامر او when walking to school اثناء الذهاب الى المدرسة ادوغ ادوغ يبقى معنى كده ان الكلب هو اللي راح المدرسة was hit by a car الكلب صدمته اسناء مروح المدرسة الكلب صدمته مروح مين لا الجملة تسأل كده when walking to school i saw a dog hit get hit by a car فاي ده هو الفاعل اللي كان هنا وتحذف when i was walking i saw حكاية الجملة التانية تبدأ بنفس الفاعل اللي اتحذف من الاولى دي مهم ما خلنا بتوقع الناس في اخطاء كتير طيب نيجي لاستخدام وين برضو احنا عارفينه كادات استفهام i don't know والله مش عارف انا امتى اطلب من البص زيادة في المرتب هيقطعك لو طلبت منه when مستخدمه كادات استفهام في الجملة الفعل اللي بعد وين في الحالة دي يبقى to we infinite يا جماعة يا لاوي i don't know when to ask when i should ask يعني يا راجل طيب لما جيبوا وين ضمير الواصل بقى كلنا عارفينه واخدوا ويونة 11 في ضمير الواصل i still remember the day when i first met my wife افتكر اليوم اللي اول مرة قابلت فيه زوجتي جاتها كنينة المهم i still remember the day هي اصلها on which عشان on ما عادية يا جماعة on which i هي اللي جات مكانها وين يبقى باختصار وين بتساوي ويتش وحرف جار هنا في الجملة دي حلت مكان on which لكن بصفة عامة ويتش وحرف جار لما تدل على زمن قادر استخدم مكانها وين طب رقم عشرة اجيب وين الاقي بعدها تخصيف ثالث when bitten by a dog من اللي bitten by a dog يو اهو الفاعل اللي بتحزف هنا بتلاقيه بدأ بالجملة التانية when bitten by a dog you should seek medical how تطلب المساعدة الطبية فورا وتاخد مش عاف كامحونة تصريف ثالث بعد وين الجملة مختصرة الجملة اصلها كان مبني للمجهول وانت طالب شطر عارف ان اصلها كده when you are bitten عندما تعد من قبل الكلب when you are bitten يعني when bitten على طول فينفع بعد وين يجي تصيف ثالث لما يكون مبني المجهول طيب استخدام حرف جر واسم بعد وين يقولك when on vacation when on vacation عندما تقول when you are مش محتاجة you are when on vacation when i am on vacation عشان بدأ ابو i طبعا في الجملة التانية فالمفوض اقول i am on vacation i like to relax and spend time with my family ده كويس الراجل ده when حرف جر واسم بعديها ايه ده ال رقم اتناشر احنا خلص ارنا خلص اخوان وفيديو صغير بس اشفق امك الناس دايما بتحيرها استخدامات وين دي استخدام وين بمعنى at any time that في اي وقت يعني حينما اي حينما لما يكون الوقت كذا it is important to learn something new when you are on holiday جملة من كتاب قولة سانو من المهم ان تتعلم شيء جديد وين يعني at any time في اي وقت تكون فيه في اجازة حينما تكون في اجازة دي لا حدث قطع حدث ولا before ولا after ولا لها الا خبار ده بيطلب نقول لواحد بقى ممكن لو في فاضي خمس داعية كده من اين ما يكون من اين ما يكون الوقت مناسب من اين في اي وقت يكون مناسب لي convenient مناسب can you spare five minutes when it's convenient استخدام وين احيانا من معنى دي اللي انا بقولها دي مش هيجبها لفتشوزة جماعة لاني مش موجودة في المنهج بالخقاعدة واضحة لكن حطي اللي خط تحتها وجايبها في قطعة comprehension وبيقول لي the underlined وين in this context في هذا السياق means after before while although بقولك he claimed to be 18 دعم to be 18 انه في الثامنة وين اي نو بس انا عارف انه 16 بس وين بالرغم ان انا عرف انه سنه 16 دي منهاش علاقة بالوقت وين اخر حاجة بقى since وين دي من امتى ان شاء الله تلاقي واحدة كده بتقول له جزء ايه since وين have you been interested in my fee من امتى وانت بتهتم بمشاعري sit by away افتوهر هزبا انت حتة فنك كده مناش علاقة لكن سنسي وين يا جماعة باستخدمها في الحديث وتشير الى شعور بالمفاجأة او شعور بالغضب شعور بالتاش من امتى ان شاء الله كنت ما انت ديك طيح بس خلاص اخوانا اتكلمنا عن استخدامات وين باختصار good luck thank you وبإذن الله يمكن بكرة كده ولا حاجة الاختبار التاسع على المفردات والقاعد والمهارات بس شوف تفاعل على الفيديو كما حرام كده والله talk talk اشتركوا في القناة